أعادت المملكة العربية السعودية فتح عدد من المدارس التركية المغلقة على أراضيها منذ نهاية العام الدراسي الماضي وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال المسؤول في القنصلية التركية بجدة إن عددا من المدارس التابعة لوزارة التربية التركية بدأت نشاطها التدريسي اعتبارا من الثاني من سبتمبر أيلول الماضي وأضاف أنه تم فتح المدارس التابعة لوزارة التربية التركية الواقعة في مدن جدة والدمام وتبوك لصفوف المرحلة الابتدائية وأردف أنهم يواصلون مساعيهم المكثفة الرامية لإعادة فتح المدارس الواقعة في مدن الرياض وأبهى ومكة والمدينة المنورة والطائف وكانت السلطة السعودية أغلقت ثمانية مدارس تركية بالبلاد نهاية العام الدراسي 2020-2021 اشتركوا في القناة